منذ بداية ما سمي بعاصفة الحزم كانت دولة الإمارات الشركة الأساسية للمملكة السعودية في تدخلها العسكر في اليمن رفعت الإمارات لافتة دعم الشرعية واستعادة الدولة من الانقلابيين غير أنها ما لبثت أن هندست انقلابا آخر في عدن عبر قواتها التي أنشأتها خارج إطار المؤسسات الرسمية انحراف التحالف عن أهدافه وتحوله إلى منتهكا لحقوق الإنسان في اليمن أصبح مثار نقاش في الأروقة الدولية ودوائر صنع القرار وملفا ساخنا تتناوله وسائل الإعلام العالمية ومراكز البحوث الدولية والمحلية مركز أبعاد للدراسات أصدر مؤخرا تقريرا موسعا حول دور أبوظبي في اليمن ومركز النفوذ الإمارات عسكريا واقتصاديا وبحسب التقارير فإن نفوذ أبوظبي يتركز على طول الشريط الساحل لليمن من المكلة شرقا وحتى الخوخة غربا مرورا بمحطة بلحاف الميناء الرئيسي لتصدير الغاز وعدن ومينائها الاستراتيجي وكذلك قاعدة المخاء القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي تخاطبنا مع الأخوة في التحالف العربي عبر فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لأن بإخلاء منشأة القاز في بلحاف لكونها تستخدم حاليا ثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية هنا محافظ شبوه محمد بن عديو يتحدث عن إعاقة الإمارات لمحاولة إعادة تشغيل المؤسسات الاقتصادية في المحافظة وتحويلها ميناء بلحاف إلى ثكنة عسكرية مؤكدا أنه طلب من التحالف إخلاء الميناء من أجل استئناف عمليات التصدير إلا أن تلك المطالب لم تلقى الاستجابة على ما يبدو لأنها مرتبطة بأهداف استراتيجية تصر أبوظبي على تحقيقها لم يكن خافيا سيطرة الإمارات على المشاءات والموانئ الحيوية في البلد لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك تقويد السلطة الشرعية ومحاربتها سياسيا وعسكريا بشكل مباشر بالإضافة إلى ملف الاغتيالات والسجون السرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها تقارير دولية أكثر من مرة وكي لا تضع الإمارات الشرعية تواجدها في اليمن رهن سلطة الرئيس هادي نجأت مؤخرا إلى رفع لافتة محاربة الإرهاب العنوان الأكثر رواجا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر